اشتركوا في القناة اتتبع المراحل الرئيسية في معالجة المياه العادمة في محطات المعالجة للمياه طبعا المراحل الرئيسية هي معالجة تمهدية معالجة ابتدائية معالجة ثانوية معالجة ثلاثية ووضح المقصود بالمصلحات الآتية الحمأة حكا أنها هي مواد الصلبة العضوية والغير عضوية التي ترسبت أثناء المعالجة الابتدائية المعالجة المياه العادمة بشكل عام تعريفها بأنها مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تهدف إلى إزالة الملوثات العضوية وغير العضوية من المياه طبعا عذرونا لأننا صلتنا تعبان أنا شوي مريض بهذه الفترة المعالجة الفيزيائية هي معالجة المياه التي تعتمد على الخواص الطبيعية للمواد مثل عمليات الترسيب بفعل الجاذبية سؤال الثالث أصف استخدمات المياه العادمة بعد معالجتها ممكن نستخدمها بتبريد الماكينات وغسل المعدات ري المزرعات استصلاح مساحات واسعة من الصحراء وزراعة الغابات وري الحدائق نجح على السؤال الرابع أقارن بين المعالجة الابتدائية والثانوية من حيث العمليات المتضمنة داخلها والملوثات التي تتم إزالتها العمليات المتضمنة داخلها المعالجة الثانوية سنستخدم طرق المعالجة البيولوجية أما الابتدائية سنستخدم المعالجة الفيزيائية التي هي الطرق الموجودة في المعالجة الفيزيائية الملوثات التي تتم إزالتها بالمعالجة الثانوية رح نعمل على إزالة الأجسام الصلبة الغير عضوية والعضوية والمواد العالقة والإتدائية رح نعمل على إزالة كميات كبيرة من المواد العضوية القابلة للتحلل والمواد العالقة التي لم تترسب في المراحل الأولية أربعة أحدد مراحل معالجة المياه العادمة التي تجري فيها ما يأتي إزالة نسبة كبيرة من المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي طبعا هذه رح نشوفها بالمعالجة الثانوية إزالة المغذيات مثل النايتروجين والفيسفور رح نشوفها بالمعالجة الثلاثية أو المتقدمة نحن نسميها الـ Advanced Treatment ورابعا تطهير المياه من مسببات الأمراض المعالجة الثلاثية أو المتقدمة وإزالة المواد الصلبة معالجة ابتدائية وتم بحمد الله شكرا لهاي الرحلة اللي ظلناها نحن وإياكم شكرا لأنكم تابعتونا أول بأول وحصة بحصة إن شاء الله رب العالمين رح نعن لكم live حلو ممتاز نبسط لكم المادة المطلوبة بالامتحان إن شاء الله دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن نلتقي بكم في الصف الأول ثانوي ترجمة نانسي قنقر